تراجع مسؤول الإسماعيلي عن موقفهم الرافض لاحتراف إياد العسقلاني قلب دفاع الإسماعيلي خارج مصر تحت ضغط والده وبدأت المفاوضات الليلة مع وكيل أعمال أحد الأندية الروسية ومن المنتظر الإعلان عن الانتهاء منها في وقت لاحق وكان نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي وزملائه الأعضاء ناقشوا موضوع العرض المقدم إليهم من أحد الأندية الروسية للحصول على خدمات إياد العسقلاني مقابل مليون دولار مع وضع مميزات للنادي إذا احترف اللاعب في أي مكان آخر وتجدر الإشارة إلى أن إياد العسقلاني قلب دفاع الإسماعيلي وعدو المنتخب الأولمبي موليد 2003 وأصبح أساسيا في عهد مدربه إيهاب جلال الموسم الحالي بعد أن رحل زميله باهر المحمدي للمصر البرسعيدي وأبدى والد إياد العسقلاني قلب دفاع الإسماعيلي غضبه الشديد تجاه المسؤولين بالنادي الإسماعيلي لتجاه لهم الموافقة على احتراف نجله في أحد الفرق الروسية نظير مليون دولار أو الأعارة بمقابل مبلغ جيد للغاية وكان نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي اتفق مع زملائه الأعضاء على ضرورة استمرار إياد العسقلاني والتخلي عن فكرة بيعه أو أعارته خلال الموسم الحالي نظر الاحتياج الشديد لجهوده في خط الدفاع وعدم وجود البديل الجاهز للعب مكانه